موسيقى الفنانة منا شلبي فنانة مصرية تسبح في منطقة مختلفة عن الآخرين هي لا تهتم بالكم بتهتم في أعمالها الفنية بالكيف علشان كده سجلها الفن بيدم الكثير من الأعمال والشخصيات المتنوعة وفي ذكرى ميلاد الفنانة منا شلبي الـ 38 النهاردة هنرصد معاكم معلومات لا يعلمها الكثيرون عنها تابعوا معايا الفيديو وإن شاء الله إنا لإعجابكم الفنانة الجميلة منا شلبي تولدت يوم 24 يوليو عام 1982 اتولدت منا وسط أسرة تحاصرها أضواء الشهرة من كل مكان والدها هو رجل الأعمال هشام شلبي أما والدتها هي الفنانة الاستعراضية زيزي مصطفى مش بس كده كمان عمتها الأعلامية المشهورة بوسي شلبي والإعلامية أحلام شلبي الله يرحمها عانت الفنانة من نشلبي في مراحل الطفولة من عمل والدتها كراقصة بعض زميلاتها في المدرسة كانوا بيتعمدوا الصخرية منها وعن هذه المرحلة والدتها الفنانة زيزي مصطفى تحدثت في لقاء سابق على قناة دريم مع الإعلامية نادية حسني وقالت دموع منا بنتي أكبرتني على الاعتزال تميل اكتلمه وقالت بنتي رجعت في يوم من الأيام من المدرسة باكية ولما سألتها عن السبب قالت لن زميلاتها قالت لها يا بنت الرقاصة وهنا توقفت الفنانة زيزي مصطفى مع نفسها وقالت أخدت بنتي في حضني وسألتها هل لو اعتزلت الرقاصة هتكوني سعيدة يا منا؟ فأجابت طبعا الفنانة زيزي مصطفى قالت بعد هذا الحديث قررت الاعتزال وده لأن بنتي منا أغلى شيء في حياتي الفنانة منا شلبي أحبت التمثيل جدا منذ سن الطفولة شاركت في العديد من برامج الأطفال وفي الفوزير تحمست لها في البداية الفنانة الكبيرة ساميحة أيوب علشان كده أشرحتها الدور صغير في مسلسل سلمة يا سلامة المسلسل كان من إنتاج عام 2000 كما ظهرت منا في مشهد واحد في فيلم العصفة للمخرج خالد يوسف وللأسف هذه التجارة كانت تجارة محدودة جدا منا مقدرش تلفت الأنظار ليها إلا لما الحظ بتسم لها لما اخترع المخرج الكبير أدوان الكاشف اخترع من بين 200 فتاة وده للوقوف أمام الكاميرا أمام الفنان الكبير محمود عبد العزيز في فيلم الساحر منا شلبي في الفيلم ده قدمت لنا دور جريء جدا منا شطرة ونجحت في استثمار الفرصة لأنها ظهرت بجانب النجم الكبير محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز كان بيمتلك في الوقت ده قاعدة جماهيرية عريضة وبسرعة طولت العروض على الفنانة منا شربي اتهلت عليها العروض في السينما وفي التلفزيون أهلتها موهبتها البكر للعبور إلى قلب الجماهير بسهولة أما أبرز عملها الجميلة اللي أمتعتنا بيها مسلسل حديث الصباح والمساء مع الفنانة ليلة علوي ونيران صديقة وحرط اليهود وواحد غروب أما في السينما هي فوضى ونوارة وخيال مئاتة الفنانة منا شلبي شاركت في بطولة فيلم ويجا وده لمشاركة عدد كبير جدا من النجوم في بطولته زي هاني السلامة وهند الصبري الفنانة منا شلبي تعرضت للأسف لهجوم عنيف جدا وده بسبب ظهورها بالحجاب في أحد المشاهد إذا ارتدت الحجاب لتخفي ملامحها إثناء زهبها لمقابلة حبيبها في حرة شعبية وصل الأمر لاتهمها بالإساءة للدين والمطالبة بمنع عارض الفيلم من نشلبي نالت العديد من الجوائز في عام 2006 حصلت من نشلبي على جازة أفضل ممثلة من مهرجون المركز الكاسوريك للسينما وده كان عن دورها في فيلم بنات وسط البلد كما حصلت في عام 2007 لجازة أفضل دور نسائي تاني عن دورها في فيلم عن العشق والهوى طبعا الفيلم كان أمام الفنان الكبير أحمد السقا وفادت أيضا بجازة فتن حمامة من مهرجون القاهرة السينماية عام 2019 أما عن عيد ميلاد منا احتفل السيناريست تامر حبيب بعيد ميلاد النجمة منا شربي احتفل بيوم الجمعة الماضي ونشر على الفيسبوك مقطع فيديو بيدم عدد من الصور تجمع بينه وبين منا علق تامر حبيب على الفيديو وقال كل سنة وانت طيبة وفلة وجدعة وصحبت صحبك يا حبيبتي يا حبيبتي وبنتي وأمي وأختي وسندي وضهر وزوتي يا بنتي زيزي ربنا يفرح قلبك ويهنيك ويساعدك ويعمل فيك كل اللي أنا عايزه بحبك حب محدش قبلنا عارفه ولا صدفه من ناحية أخرى احتفلت منا شربي بعيد ميلادها برفقة الفنانة غدا عادل وابنتها والفنان محمد شاين واصدقاء مشتركين آخرين وتدول رواد السوشيال ميديا صور من احتفال الفنانة منا شربي بعيد ميلادها وبدأ الجمهور يهنيها أما عن صور عيد ميلادها كانت بتعبر عن حالة من الفرح والبهجة بين الحاضرين الصور نقلت أعجاب الجمهور على السوشيال ميديا أما الفنان أحمد رزق حرص على تهنية الفنانة منا شربي بمناسبة عيد ميلادها نشر الفنان صورا تجمعه بمنا شربي من كواليس أحد الأعمال الفنية وعلق عليها وقال كل سنة وانت طيبة يا غالية وكان السوني قد جمعهما أكثر من عمل سويا طبعا من بينهم حديث الصباح والمساء وفيلم أعوى والشك أما حاليا الفنانة من نشربي بتصور دورها في فيلم النمس والإنس بشاركة بطولة الفنان محمد ينيدي بدأ تصوير الفيلم الأسبوع الماضية محمد ينيدي بدأ تصوير عدة مشاهد جمعته مع بطلة العمل من نشربي صور العديد من المشاهد في استوديو الشريف عرفة بدأ محمد ينيدي وفريل عمل تصوير عدد من المشاهد الخارجية في شوارع القاهرة والمستشفيات أما عن موضوع الفيلم الفنان محمد ينيدي بيجسد من خلال الأحداث دور موظف حكومي فقير بيتعرض لكتير من المصائب وده بسبب مهنة والده ويجسده الشريف دي سوئي بعد كده الأحداث بتمر ونلاقي محمد ينيدي بيقع في غرام الفنانة من نشربي اللي بتشاركه في بطولة العمل حتى يتم الزواج منها تعتبر الفنانة من نشربي من قلمع نجمات جيلها إذا تم وضع اسمها ضمن قائمة نجوم الصف الأول من نشربي أصبح لها قاعدة جماهيرية كبيرة وده من خلال العديد من الأدوار النجحة اللي قدمتها مع نجوم كبار من بينهم طبعا كان الفنان أحمد حلمي جمع الفنانة من نشربي مع الفنان أحمد حلمي ثلاث أفلام نجحة الأفلام دي حققت إيرادات عالية جدا في شباك التذاكر بداية تعاون من نشربي مع الفنان أحمد حلمي كان سنة 2007 وده كان من خلال فيلم كده رضا الفيلم ضرت أحداثه حول أم تضع ثلاث توائم لها تتوفى تاركها توائمها مع أب محتال الأب استخرج لهم أوراية رسمية باسم شخص واحد وهو رضا وبمرور السنوات يبلوا السلاسة أشدهم ويجبروا فينغمسوا في الاحتيال على الأشخاص مستغلين واجه الشبه بينهم طبعا كلنا عارفين الفيلم ده أما عن باية أحداث الفيلم التلاتة بيقع في حب فتاة واحدة اللي بتجسد دورها الفنانة منها شلبي وبعد كده أحمد حلمي والفنانة منها شلبي قرر يكلله هذا النجاح في عام 2008 في فيلم تاني الفيلم آسف على الإزعاج اللي ضرت أحداثه حول مهندس الطيران العبقاري حسن حسن بيحلم بتنفيذ مشروع لترشيد استهلاك وقود الطائرات حسن بيقع في حب فريدة اللي بتجسد دورها الفنانة منها شلبي وختم التعاون الجميل عام 2019 من خلال فيلم خيال مقاتة الفيلم بتدور أحداثه حول جد الجد قام بصيرة تحفة فنية نادرة بتخص المطربة الراحلة أمه كلثوم سرقها في فترة شبابه لكن مرت السنوات وبيجد الجد نفسه مطارد من قبل الطمعين في الحصول على هذه القطعة فلجأ لحفيده الوحيد علشان يساعده اللي قام بدور الجد وبدور الحفيد هو نفسه الفنان أحمد حلمي من ناحية أخرى حنقت الفنانة شرين عبدالوهاب الفنانة منها شلبي بعيد مولدها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات تويتر نشر الشرين صورة تجمعها مع الفنانة منها شلبي غردت عليها وقالت كل سنة وانتي طيبة يا صاحبة عمري يلي معايا في الشدائد أكتر من الأفراح مش هنسى أن مريم أول فرحتي تولدت على إيدك عبال مفرح بيكي وأشوف لك أجمل أطفال في الدنيا لو جينا بقى تكلمنا عن شياكة وأنقض الفنانة منها شلبي طبعا كلنا عارفينها من ناحية تانية الفنانة دورة تمتاز بنفس الأناقة والشياكة وده الشيء اللي وضعهم هما اللي اتنين فهم نفسه مباشرة من خلال مدونات الموضة وده بعد ظهور كل فنانة منهم باطلالة مميزة للصهرات في حدث مختلف ولكن كان بتوقيت متزامن فتعلقت دورة في عرض أزيان مصمم مهند كوجك حيث كانت النجمة الرئيسية له أما الفنانة المصرية منها شلبي فقد حضرت في نفس التوقيت حدث شاهد في دبي هنتكلم مع بعض دلوقتي عن تصرف طريف للفنانة منها شلبي وده بعد تقبيل أحد معجبيها ليدها ورأسها رصدت عدسات الكاميرات رد فعل الفنانة منها شلبي العفوي وده على تصرف أحد معجبيها المفاجئة وبانتهاء ندوة تكرمها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منها شلبي كانت قد ألقت كلمتها الختامية وبنهاية الندوة منها شكرت جميع الحاضرين وبدأت تتوجه نحو بوابة الخروج ففقت بأحد الأشخاص بيقترب من خشبة المصر حاملا باقة رائعة من الورد فتوقفت وانحلت لكي تستلمها منه فعبر عن حب الشديد ليها وقام بتقبيل رأسها ويدها فسرعت هي كمان بطريقة عفوية وقبلت يده وذلك دون أن ينتبه هو التصرفها حيث كان قد أعطاها ظهره بالفعل متهيان لمغادرة القاعة تصرف منها شلبي اللي سجلته عدسات كلاكتل لقى إعجاب كتير جدا من معجبين الفنانة منها شلبي تدولوا المقطع بكسافة عبر منصات السوشيال ميديا عبروا عن إعجابهم بعفويتها وتلقائيتها علشان كده طلبوا بضرورة تكرار ظهرها في العديد من المناسبات والفعاليات الفنية وده الإرضاء معجبينها الفنانة منها شلبي بتطريدها إشاعات كتيرة جدا فبعد نشر صور ليها جمعتها مع النجم أحمد عز تردت أن بينهم قصة حب كبيرة لكن والدتها نفت هذا الكلام كذلك ارتبط اسمها مع المخرج مندو العدل وده بعد عملهما سويا في مسلسل حرط اليهود إلى أن والدتها أيضا نفت هذا الأمر منا شلبي بتتحدث بصراحة في مسألة زواجها منا قالت أن مسألة تأخر الزواج لا تزعجها ولن تتزوج لمجرد أن ترضي الناس لكن منا بتنزعج من أسئلة البعض ليها عن موعد زواجها في حين الأمر بيكون في الآخر اسمه نصيد بإسم القناة بنقول الفنانة منا شلبي كل سنة وهي طيبة نتمنى لها المزيد من العطاء والعمال الفنية الجميلة وكده بقى أنكم وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة عن الفنانة منا شلبي أتمنى أن الحلقة تكون عجبتكم